لماذا يصنب الابت فيتي بالسف سهلين والحشو تقدروا تفحص البورك ولا الفخومج واحده وصفها ناجحة وبنينة ننصحكم تجربوها نبدأوا مع الوزر نقوم بعمل 250 غرام فارينة وزوج كيسان ممسوحين مغرفة صغيرة ملح نخلط كلش مغرفة كبيرة خل مغرفة كبيرة زيت مغرفة صغيرة عسل بشي حمارهم اللي حكي طيبه ونجمع كلش بالماء بارد حدت الملعجينة ونعجنها ثلاثة دقائق حتى توليشات دروحة ماشي طريقة بسف وماشي ناشفة ونبعد نزيد 180 غرام زبدة التوريق بدرجة حرارة الغرفة وندخلها ملح في العجينة كي تتلم نشكل الان بودان ونقسموه على ثمانية نغطيهم ونخليهم يريحون الساعة نرش شوية فارينة على الوبلوندو تخافاي ونحل العجينة اللولة كنكمل نزيد نرش عليها الفارينة ونحط فوقها العجينة الثانية ونكمل نفتح وكل مرة نرش بالفارينة كي لا ينسقوا ما بينهم ونحصل على ثمانية طبقات ولماذا يكونوا بيان فويتين بعد ما يطيبوا كنكمل نزيد نفتح لابات بالحلال ونطبع باش نشكل دوائر ونبعد لو تحب لابات ترقيقة زيدوا حلوها سينو خلوها كي مراعي وديروا لفرص اللي حبيتوا أنا درت الفخوماج والدي تجيزو سيجو غير فخوماج ماشي تحضيره 100 غلوتين و100 كونسيرفاتور يعني ما فيه مواد حافظة درت هذا بالشيداخ نأخذ نسم غرفة كبيرة ونحطوه في الوسط ونجوز على الكوتيب خالي تدع الفارينة والماء باش العجينة تلسق مليح وما تتفتحش في الفخ ندهنهم بسافر حبابات ومغرفة كبيرة حليب ونبعد شكلت ديتخي بالكوردو سينو تقدروا تخلوهم كي مراعهم نحطهم يطيبوا في الفخ سخنتهم قبل 200 درجة وهذا هو الشكل نيائي تاحهم يجو بيان فويتين وبالزاف بنان